اشهد سموه ان الخطاب السامي الثاقبة والاستراتيجية السديدة لتحقيق التقدم والازدهار عبر الاهتمام بالبيئة والتغير المناخي من خلال دعم الجهود الدولية في مواجهة التغيرات المناخية ومتابعة واهتمام جلالته ايده الله لما يصدر من قرارات وتوصيات اممية لمؤتمرات المناخ ودعم ومساندة جلالته في تحقيق اهدافها لعودة التوازن البيئي واستدامة الموارد الطبيعية وعدالة الحصول عليها وقال سمو الشيخ عبدالله بن حمد انما جاء في الكلمة السامية لجلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه من تركيز على قطاع البيئة والمناخ هو مصدر فخر واعتزاز ودافع كبير نحو العمل لتحقيق المزيد من المكتسبات والتقدم والنهوض بالعمل البيئي والمناخي وموجهة التحديات بكافة انواعها وذلك في ظل المسيرة التنموية الشاملة والنهضة الحديث المباركة في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم ودعم ومؤزرة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء واجدد سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الوفاء لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم والالتزام بتكريس الجهود في تحقيق الاهداف المرجوة وتعزيز جهود المملكة البيئية والمناخية على الصعيدين او على الصعود المحلية والاقليمية والدولية اتباعا لتوجيهات جلالتكم السديدة والعمل من اجل خير وصالح الوطني والمواطنين ونماء مملكتنا الغالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر